دينا دلواتي نتيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء مع هالا تفضلي هالا شكرا بسند التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح سيسي وفي إطار دعم وتضامن مصر وجامعة الدول العربية مع الشعب السوداني الشقيق أقلع ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية هذا وأعرب مسؤول الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق حيث يأتي ذلك تأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعوب العربية أكد نائب وزير الخارجي الروسي سيرجي فرشينن أنه لا يمكن حل أي أزمة في منطقة البحر الأسود بدون رجوع إلى روسيا بما في ذلك قضية الأمن الغذائي وقال المسؤول الروسي أن وزارة الخارجية الروسية تراقب عن كثب جميع البيانات الواردة من الخارج مشددا على أن الأنشطة المشتركة بمجاب اتفاق الحبوب لا يمكن أن تستمر إلا إذا تم الوفاء بالمتطلبات الروسية كما أكد أنه عند استيفاء هذه الشروط سيكون من الممكن مواصلة الجهود المشتركة المتعلقة بصفقة الحبوب قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أنه نصق الجهود لاستعادة صفقة حبوب البحر الأسود في محادثة هاتفية مع رئيس التركي رجب طايب إردوان وحذر زيلانسكي من أن العالم أصبح مرة أخرى على شفاء أزمة غذاء بسبب تصرفات روسيا وأن قرابة 400 مليون شخص في العديد من بلدان أفريقيا وآسيا معرضون لخطر المجاعة قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان في وقت قريب جدا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار وذكر المسؤولون الأمريكيون أن حزمة المساعدات الجديدة تتكون أساسا من عتاد مدفعية وصواريخ دفاع جوي ومركبات إلى جانب عدد من ناقلة الجند المدرعة من تراز سترايكر وعتاد للتخلص من الألغام وذخائر لأنظمة سواريخ ناسامس وهي سواريخ سطح جو وذخائر لأنظمة سواريخ المدفعية عالية الحركة هاي مارس وأسلحة مضادة للدبابات وذخيرة لأنظمة باتريوت وستينجر المضادة للطائرات قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت عدة سواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر بين الصين والشبه الجزيرة الكورية وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تقيم عملية الإطلاق يأتي ذلك بعد أيام على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في بحر اليابان وسط تصاعد للتوتر في شبه الجزيرة قامت الولايات المتحدة بتشغيل سفينة حربية في سيدني بأستراليا وهي المرة الأولى التي تنضم فيها سفينة تابعة للبحرية الأمريكية للخدمة في ميناء أجنبي وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلس إن تشغيل السفينة الأمريكية في المياه الأسترالية يعكس التزامنا المشترك بدعم النظام القائم على القواعد يأتي الاحتفال بتشغيل السفينة في الوقت الذي تجرى فيه المناورات العسكرية التي تتم كل سنتين بين الولايات المتحدة وأستراليا والتي ينظر إليها على أنها استعراض للقوة والوحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تعقد بعض الدول المطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط اجتماعا في روما غدا الأحد لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وقالت الحكومة الإيطالية إن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول تاهم جزو التاسعة وعودة لاستكمال باقي الفقرات برنمك صباح الخير يا مصر بعد الفاصل